المجاز أهلا بكم أقدمت نائبة برلمانية على طرد زوجها إلى الشارع وعرض المنزل الذي احتضن أسرتهما للبيع في المزاد العلني وذلك مباشرة بعد حصولها على وثيقة الطلاق من محكمة الأسرة بالمدينة التي تقيم بها وذكرت يومية الأخبار أن المحكمة الابتدائية أعلنت عن صمصرة عمومية في نهاية الشهر الجاري لبيع شقة لفائدة النائبة البرلمانية التي تنتمي إلى حزب يشارك في الأغلبية الحكومية في مواجهة طليقها الثاني الذي يشتغل أستاذا للتعليم الابتدائي وذلك بعدما قامت بإفراغ المنزل من كل محتوياته مستغلة في ذلك غيابه وحسب الجريدة فقد أصب الزوج بصدمة قوية جراء تصرفات زوجته منذ أن أصبحت نائبة برلمانية وصلت إلى حد طرده من المنزل بعد عشرة زوجية بينهما دامت أزيادة من 15 سنة وبعد أن سعدها في استكمال دراساتها العلية والتكفل بتربية أبنائهما والانتقال للتدريس في سلك التعليم الثانوي قبل أن تنخرط في العمل السياسي شهدت مدينة الدار البيضاء ليلة جمعة السبت شجرات وأعمال عنف كان وراءها العشرات من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى وعرفت منطقة لدزيان التابعة للنفوذ الترابي لعملة الفداء مرس السلطان والتي توجد بها أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين شهدت أعمال شغب وعنف نتج عنها تهشيم ما يزيد عن عشر سيارات خاصة إلى جانب وقوع مصابين من الطرفين تم نقلهم إلى المستشفى أوقفت فرقة مراقبة الحدود التابعة للقوات المسلحة الملكية مساء أمس الجمعة شخصا في الأربعينيات من عمره حول الوصول إلى التراب الجزائري من منطقة محمد الغزلان الحدودية التابعة لإقليم زاقورا على خلفية مذاكرة بحث في حقه سببها تعنيف زوجته وبطر يدها اليمنى باستعمال آلة حاد في لقاء دراماتيكي ساهم الدول المغربين سير مزراوي في تتويج فريقه بايام يونيخ بالدور الألماني اليوم السابت عقب فوزه على كولين في آخر جولات بولسليغا ونجح البايام في الحفاظ على اللقب بعد تفوقه بفارق الأهداف فقط على دورتموند الذي تعادل مع ضيفه ماينز بهدفين لمثلهما بعد أن تساوى الفريقان في مجموع النقاط بإجمالي 71 نقطة لكل منهما وبهذا التتويج يكون البايام قد أضاف إلى خزينته لقب الدور للمرة الحادية عشر على التولي والثالثة والثلاثين في تاريخه ترجمة نانسي قنقر